اهلا بكم يا رب تكونوا بخير هنتكلم على الاسهالات والاسهالات عبارة عن عرض نتيجة مرض معين او بيكشف لنا الحمام عندنا سليم او مصاب او مريض وممكن حتى يبقى فيه تلوث بسيط في المية او الكلفة ممكن تعمل اسهالات زي اللي انتوا شايفانها او ممكن نتيجة ان الحمام جاله طيار هو وهو اللي سبب فيه الاسهالات او تغيير الفصول او الجو نفسه يوم برد ويوم حر ممكن يسبب اسهالات طالما الحمام عندك بيكلف يعني بيكل كويس ويشرب كويس ما ظهرش عليه اي اعراض فعشان تبقى مربي ناجح لازم تتابع باستمرار السبل او الزرق بتاع الحمام وطبعا في اسهالات خطيرة لازم ان احنا نحجز او نعزل فيها فرد الحمام عن بواق باقي الحمام التاني زي مثلا لو اللون الاخضر اللي قالب بالزيت او الزبل اللي 3-4 مية ومتلاقيه متقطع كده يعني الزبل نفسه مش متماسك فسواء عليكت الحمام جماعي يعني رحزت ان الحمام كله عنده اسهالات حتى لو اسهالات بسيطة او انت هتعالج فردي يعني هتحجز فرد الحمام او تعزله وتديله العلاج دوت ولو انت مش عندك اي ادوية علشان توقف الاسهال او مش من محبي اعطاء الادوية عمال على بطال الحمام عندي هنا ازازة الانتنال خلصت والانتنال دوت مانع للاسهال ومطهر معوي فهستخدم النشا والنشا مفعوله رائع وسحر وهوري لكم دلوقتي الفرق بين قبل ما ياخد الحمام النشا وبعد ما ياخد النشا اهم حاجة احنا بندي مرة واحدة بس لو حصينا ان الاسهال خلاص وقف مش بنقرر تاني عشان ما يعمل لناش اه يعني امساك شديد للحمام اه فاحنا بنعمل مرة واحدة بس والكمية اللي انتو شايفينها شايفينها ديت انا حطيت معلقة واحدة ورجيت بس الازازة مكان الانتنال لكن لو مش متوافر عندك الانتنال ادي نشاو بس وهتلاقي مفعوله سحر بالنسبة للاسهال هنا انا دوبته ابتديت اقلب الميا بايدي اهم حاجة بقى في الموضوع احنا عايزين الحمام يشرب اكبر كدر من السائل دود او الميا بالنشا هنعطش الحمام يعني اه لو احنا مثلا متعاوزين ان احنا بنفطر الحمام ستة صبحة او سبعة او تسعة لا هناجل كده للدورية لتناشر مثلا يبقى كده هود على الاقل قعد تناشر ساعة الحمام عطشون علشان زي ما قلنا يشرب اكبر كدر من الميا بالنشا امان من ضمن الحاجات الطبيعية اللي مفيدة للحمام وتعمل وقاية من الامراض ويمطحر معه هي منقوع الكصبرة جميل جدا لو عندك بوادر برضو بوادر اسهالات بسيطة ممكن تمنحها زي النشا كده بالظبط وزي ما قلنا قبل كده كل ما بتهتم بتغيير الميا باستمرار او النضافة عموما بنسبة خمسة وتسعين في المية حمامك مش هيتصاب بالاسهالات هنا بقى الخل انا اديته فوت يوم بعد النشا يعني عملت نشا وبعدين فوت يوم وبعدين المية في السقيات حطيت فيها خل الخل رائع خاصة خل التفاح لو متوافر تمام لو مفيش حطوا الخل العادي الخل بيقضي لو فيه اي جراسيم في معدة الحمام بيقضي عليها ويعتبر مضاد للسمو بصوا هوريكم شكل الزبل بعد استخدام النشا مباشرة بعدها بيوم بصوا هنا نفس الحمامة الزبل متماسك مفروش اي اسهالات زي ما وريت لكم اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك وشكرا جدا لمتابعتكم لنهاية الفيديو مع الف الف سلام